موسيقى أذهي المسائية من الميادين وفي عنوين الليلة موسيقى النصرة ترتكب مجزرة بحق دروز إدلب في شمال سوريا وضحايا في قصف مدفعي على مدينة السويداء في الجنوب موسيقى داعش يتمدد في المغرب العربي انطلاقا من ليبيا فهل تراجع واشنطن وحلفاؤها استراتيجيتهم تجاه التنظيم؟ موسيقى لم تكد تصل أنباء المجزرة التي ارتكبتها جمهة النصرة بحق مواطنين من الطائفة الدرزية في بلدة قلب اللوزي بإدلب شمال سوريا حتى قصفت مدفعية الجبهة مدينة السويدة الدرزية في الجنوب تطور فرض تجديد التساؤل عن هدف الترويج لاعتبار النصرة جماعة معتدلة وهي الفرع الرسمي لتنظيم القاعدة في بلاد الشام وبدأ كأن الأمر سباق بين النصرة وتنظيم داعش على تكريس السيطرة بموازات ذلك هل يجري رسم خرائط لتغيير ديمغرافي في سوريا؟ وهل سيتم تحييد النصرة من لائحة الإرهاب رسميا لتساعد في تحويل التغيير إلى واقع؟ هذا في المحور الأول للمسائية نتابع في المحور الثاني مخاطر تمدد تنظيم داعش في ليبيا على المغرب العربي فقد حذر الرئيس التونسي من أطراف داخلية تساعد على الإرهاب وعلى تمدده في تونس ولكن قبل الدخول في تفاصيل ملفين المسائية نتوجه إلى غرفة الأخبار وموجز لأهم وآخر الأنباء السلام عليكم أكد مصدر سياسي رفيع للميادين أن حركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام سيعلنان موقفهما من مشاورات جونيف بصيغتها المعلنة خلال الساعات المقبلة المصدر قال أن السعودية نجحت في فرض أجندتها على مشاورات جونيف وهذا الأمر قد يعرق العقد المشاورات في موعدها المحدد فضلاً عن أن الألية المعلنة لها لا تخدم نجاحها وأيضاً المصدر السياسي رفيع لفت إلى أن أليات تحديد ممثلي الأطراف السياسية اليمنية تهدف إلى إفشال المشاورات قبل عقدها وشدد على أن مؤشرات مشاركة الأحزاب والقوى الفاعلة على الأرض فيها ضائلة للغاية ميدانياً سيطر الجيش اليمني والإجان الشعبية على جبل الدود ومنطقة الغاوية في الخوبة السعودية ووفق ما نقل مرسل عن مصدر عسكري وأشار هذا المصدر إلى مقتل عدد من الجنود السعوديين وإلى أسر عدد آخر ومساء اليوم أفض مصدر عسكري يمني للميادين بأن الجيش والإجان الشعبية قصفوا برج رقابة لقيادة منطقة علب وبرج رقابة الضلع في نجران بث الإعلام الحربي في حزب الله مشاهدة لسيطرة رجال المقاومة والجيش السوري على المرتفعات المعروفة بالبلوكسات الاستراتيجية جنوب جرود الجراجير في مواجهة مع الجماعات المسلحة أدت للسيطرة على شعبتي الطمسة ووادي الأحمر وقرنة وادي الأحمر في جرود الجراجير اشتركوا في القناة تتقدم الوحدات الكردية على مقربة من مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا وفق المرصد السوري الوحدة الكردية اقتحمت بلدة سلوك وسيطرت على شرقها وفق المرصد السوري الذي أضح أن معارك عنيفة تجري في المنطقة مع مسلحي داعش أعلنت وزارة الداخليات المغربية تفكيك خليات إرهابية بمدينة بوركان شرق البلاد وفي بيان لها أشارت إلى أن الخليات تنصق مع تنظيم داعش في سوريا وتعتزم القيام بعمليات أمنية في البلاد وأضفت أن التحريات كشفت تلق المجموعة تدريبات في مدينة بوركان المغربية وأنهم يسعون إلى تصفية سياحا بناء على فتوى من أحد قادة داعش داع رئيس التركي رجب طيب أردوغان القيوة السياسية في البلاد لتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن أردوغان وفي مهرجان خطابي هو الأول منذ الانتخابات العامة داع إلى وضع المصالح الشخصية جانبا معتبرا أن التطورات السياسية الحاصلة يجب أن لا تضيع مكتسبة تركيا ختاما عودة المتابعة المسائية مع راميا صدى الجيش السوري هجوما للمسلحين على مطار الثعلة العسكري في ريف السويداء جنوب البلاد مصادر عسكرية أكدت للميادين أن المطار لم يسقط وأن مجموعات من أهل الثعلة والسويداء تدافع إلى جانب الجيش عن المطار وفي مدينة السويداء استشهد مواطن وأصيب آخرون بسقوط قذائف هاوين على أحياء في المدينة وفق ما أفادت به مراسلة الميادين القذائف الصاروخية سقطت على الأحياء السكنية في الجهة الشمالية من المدينة للمزيد ومن قرب مطار الثعلة ينضم إلينا القائد الميداني أبو طلال أهلا بك سيد أبو طلال في التقييم العسكري لما يجري في محيط المطار المطار الثعلة في السويداء كيف يبدو الوضع؟ مساء الخير أختي الكريمة في البداية ترحم على شهيد الواجب الوطني من علاصر الدفاع الوطني بالسويداء وأدعو بالشفاء العاجل للجرحة من إخواننا في الجيش والقوات المسلحة والفصائل المساندة لها الوضع الميداني بهاللحظة هذه الآن هادئ على كافة المحاور التي تم استهداف المطار من خلاله حيث سطاع الجيش السوري والفصائل المسلحة من صد عدة محاولات لاختراق المطار من ثلاث محاور تكبد المسلحين الكثير المئات من القتلى الوضع الميداني الآن لا سماع لأصوات إطلاق نار أبدا بالمطلق ونحن متواجدين في المطار الفصائل المسلحة المساندة للجيش متواجدة في المطار وعلى تخوم المطار سيد أبو طلال لو سبحت لي تتحدث عن ثلاثة محاور يتم فيها استهداف مطار الثعلة في السويدة في التقييم لأهمية هذا المطار من الناحية العسكرية ما الذي يمثله هذا المطار وهل يؤسس في الرؤية العسكرية استهداف المطار وسيطر عليه الذهاب بالتالي ميدانيا إلى محافظة السويدة طبعا من المؤسكد المطار يمثل موقع استراتيجي حيث يعتبر المدخل الغربي لمحافظة السويدة وهو بمساحة كبيرة جدا والمسلحين في عدة محاولات لاستهداف اللواء 52 وسقوطه منذ يومين يحاول الآن لإسقاط مطار الثعلة بما يشكله من أهمية على محافظة السويدة وعلى الموقف العام بالنسبة للمنطقة الجنوبية أقصد تحديدا في الأهمية العسكرية وفي القراءة العسكرية السيطرة عليه بالتالي هي ضرورة للذهاب إلى السويدة طبعا من المؤكد ما نسمعه من تحييد للمدنيين في السويدة ومن الرسال التي يحاول المسلحين بكتها بعدم استهداف المدنيين أثبت اليوم المسلح بأنه يستهدف المواطنين الآمنين في محافظة السويدة وهذا نتيجة ضعفه في إدارة المعركة وفي محاولة السيطرة على المطار لجأ إلى ضرب المدنيين هو يحاول أن يزرع الفتنة بين الجيش وبين أهالي السويدة من خلال ترويج كلمات أنه بالسويدة أنتوا يعني ما في أي خلاف بيننا وبينكم أريد فقط منك إضاحة لو سمحت لي لأنه اليوم تضاربت الأنباء وخرجت بعض الأخبار عن أنه مطار الثعلة تم السيطرة عليه أو تم الاقتراب من السيطرة عليه هل لك أن توضح لنا بشكل سريع لو سمحت ما الذي جرى اليوم؟ تناقلت محطة الميادين اليوم خبر نقلا عن المعارضة وهنا في عندي ملاحظة بس وهي عملت نوع من الهلة عند المدنيين وليس عند من يحمل السلاح بفان على المطار لأنه نحن موجودين بالمطار وشايفين الحرب الإعلامية هي محاولة إضعاف السويداء وتدمير نفسية المواطن في محافظة السويداء لإقناع هذا المواطن أنه الدولة عايزة عن حمايتها نحن ما زلنا مع الجيش وسنقاتل في الجيش حتى تحرير كامل أراضينا السورية كامل أراضينا السورية ما الذي جرى اليوم؟ لم يحدث أي نوع من أنواع الاختراق للمطار ما تم تناقله من خلال وكالات الأنباء عاري عن الصحة يدخل في حرب إعلامية مدروسة لضعضعة الأمن والاستقرار في المحافظة وإضعاف الحس الوطني داخل أبناء المحافظة وقد أوضحت الميادين بطبيعة الحال الخبر ومصدر الخبر أكثر من مرة على شاشتها بالطبع دعني أشكرك سيدة بطلال القائد الميداني كنت معنا من محيط مطار الثعلة العسكري في محافظة السويداء بالجنوب السوري لم تنجح رهنات على عدم قيام جبهة النصرى بعمليات ذبح وقتل جديد في سوريا لجماعات تختلف معها بالسياسة أو بالانتباء المذهبي أو العرقي وكأن في القضية سباقا بين تنظيم داعش وجبهة النصرى على تكريس السيطرة بالدم وإلغاء الآخر وفي هذا الإطار لم تتضح بعد المعلومات النهائية حول المجدر التي ارتكبتها النصرى بحق مواطنين من الطائفة الدرزية في إدلب شمال سوريا قرية قلب لوزة في جبل السماق في إدلب اسم أضيف إلى لائحة طويلة من كرة سورية تعاني بطش الجماعات الإرهابية وإجرامها الذبح هذه المرة كان على يد جبهة النصرى والضحايا مشيخ وشبان من عائلات درزية زنبهم الوحيد رفض رجال البلدة تسليم أولادهم المتروحة أعمارهم بين العشرة والربيعة عشرة إلى إرهابيين نصرى لتدريبهم في معسكرات مغلقة تابعة للجبهة لمدة شهرين نحو عشرين سوريا بينهم طفلة عمرها ثماني سنوات ستشهد جراء هجوم فرع القاعدة في سوريا مجموعة من النصرى يتزعمها أبو عبد الرحمن التونسي هاجمت البلدة اعتقلت عددا من أبنائها وأطلقت النار عشوائيا على آخرين فوقعت المجزرة القيادي التونسي كان قد أصدر قرار سحب أولاد البلدة إلى معسكرات التدريب بالتزامن مع حملة مصادرة الأسلحة الفردية من القرى أما اقتحام البلدة فجاء بعد مقتل عنصر من النصرى أثناء محاولته الاستلاء على منزل أحد أبنائها مجزرة جديدة بحق الدروز تتزامن مع ترويج أعلمي إسرائيلي عن نية إسرائيل حماية الدروز إذا ما وقفوا في وجه الدولة السورية باتت جبهة النصرى فرع القاعدة في بلاد الشام لعبا رئيسيا في الخارطة العسكرية السورية تتوسع منفردة تارة أتارة أخرى تحت عباءة القوى المعتدلة برأي الغرب مشروع ينمو وعين قادته على دمشق بتغطية غربية خليجية أمريكية حسن عبدالله في المعلن تصنف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها العرب جبهة النصرى فرع القاعدة في بلاد الشام إرهابية في المضمري تحضل جبهة المتطرفة بدعم مباشر وغير مباشر من قبل الحلفاء أنفسهم قصف الطائرات الأمريكية مواقع داعش خلال قتاله النصرى في ريف حلب الشمالي صب في مصلحة الأخيرة من دون شك أو التباس الدعم العسكري والمالي والاستخباري واللوجستي الذي يقدمه المحور التركي السعودي القطري بمباركة الاستخبارات الأمريكية لجيش الفاتح الذي تقوده النصرى في غزوات الشمال السوري دليل حسي غير قابل للتأويل على أن النصرى هي المستفيد الأول والأخير إذا انتقلنا بالقوص إلى الجنوب السوري يمكن الوصول إلى الاستنتاجات ذاتها مشروع النصرى المركزي تحت عباءة الشعارات التي صغطها غرفة عمليات موك في الأردن في الحرب ضد الجيش السوري يكسب المزيد من الأرض الهدف المركزي في رأي خبراء في الجيوستراتيجيا تجذير وجود النصرة في الجنوب بعد الشمال للتمكن من إطلاق هجوم كبير باتجاه العاصمة دمشق باعتبار أن الوجود الكثيف الذي كان يراهن عليه في القلمون وتمكنت المقاومة والجيش السوري من ضرب قواعده سوف يكون نقطة الالتقاء لهجمات الأطراف وإسقاط دمشق يقع دور واشنطن في هذه التقاطعات في نقطة مركزية الواضح أن غض نظر التحالف الذي تقوده واشنطن عن توسع النصر في سوريا وبحسب معطيات مراقبين نتج عن لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقادة الخليجي في قمة كامب ديفيد الأخيرة الطرفان بحاجة إلى القوة العسكرية الضاربة للنصر ضد الدولة المركزية السورية وتاليا في مواجهة داعش وهذه مراهنة يصفها المطلع على الفكر القائدي الذي يحكم زعيم النصر بالعبوة المؤقتة التي لن يسلم من انفجارها أحد لنقاش هذه التطورات وأيضا مآلاتها ينضم إلينا هنا في الستوديو نايا برئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي السيد توفيق مهنة كذلك ينضم إلينا من الناصر العضو المؤسس في حركة إرفوض المحامي يامن زيدان أهلا بكما وأبدأ مع ضيفنا هنا في الستوديو سيد توفيق مهنة مطار الثعلة في الجنوب السوري بالقرب من محافظة السويداء وأيضا في قلب اللوزة في الشمال الغربي تحديدا في إدلب نرى تلك المجزرة العنوان يبدو استهداف الطائفة الدرزية هل تراه كذلك وكيف تفهم هذه التطورات؟ يعني طبعا ما جرى في قلب اللوزة في إدلب وما جرى بالأمس في مطار الثعلة وقبلها مع اللواء 52 هو جزء من معركة وحرب مفتوحة هو معركة في حرب هذه الحرب تستهدف الشعب السوري الدولة السورية الانتماء السوري الجيش السوري الثوابت السورية هي جزء من هذه المعركة المفتوحة منذ أربع سنوات لإسقاط سوريا بما ترمز إليه في معادلة الصراع القومي والعربي وعلى المستوى الإقليمي والدولي لذلك طبعا هذا الاستهداف دعيني أقول نقال يستهدف كل تكوينات الشعب السوري في كل طوائفه في كل مناطقه في كل فئاته في كل مؤسساته في كل مرجعياته لذلك نحن يعني نحصم سلفا بأن لا إمكانية على الإطلاق لا على المستوى النظري ولا على المستوى العملي بأن تظن أي فئة أي فريق أي جهة أنها بمنأة عن هذا الخطر وعن هذا التآمر وعن هذا الاستهداف من المشهر ما الذي تريد أو لمن توجه هذا الكلام دعني فقط أستفهم في دقطة ترى أن هناك استهداف لسوريا في جغرافيتها وفي ديمغرافيتها من خلال التركيز على مكون بعد مكون في سوريا مكون اجتماعي أو ديني أو قوم تماما تماما هذا ما أقصده أن سوريا بوحدة شعبها بوحدة الجغرافية بوحدة الدور والموقع والهوية مستهدا ولذلك هنا يمكن أن نتحدث عمليا وضمن هذا السياق الزمني للصراع هذه الاستهدافات تطال من الرق إلى إدلب إلى حلب إلى حما إلى دمشق إلى حمص وفي دمشق والحما والسويدة والأسل هي ضمن هذا السيناريو بالطبع للسويدة خصوصية في الموقع الجغرافي والتاريخي لأنها على تماس مع العدو الصهيوني المغتصد سأقف عند هذه النقطة ولأنك ذكرت هذه الجزئية وسأعود للذكر بأنه يتم العمل وفق أجندة بعينها للتغيير في الديمغرافية السورية سأعود لهذه النقطة لكني سألتقط ببعض ما قلته وأحيله لضيفنا من الناصرة أهلا بك مجددا سيد يامن زيدان هل ترى كذلك بأنه استهداف نقال ما نراه في سوريا انتلاقا من هذه التطورات باتجاه تحديدا الطائفة الدرزية في سوريا ولا أدري إذا كنت من خلال تجربتك أنت ترى مقارنة أو مقاربة بالاستراتيجية المتبعة في أراضينا المحتلة عام 48 وما يجري في سوريا ما تقوم به إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية ما تقوم بهذه الجماعات باتجاه الطائفة الدرزية في سوريا لا شك بأن ما يحدث اليوم هو نقال والصراع هذا الصراع أو هذا الاستهداف هو استهداف لا شك بأنه لسوريا تركيبة سوريا وللمشروع القومي في سوريا والمشروع القومي العربي بشكل عام فنحن على يقين بأن من يستطيع أن يقف أمام المشروع الصهيوني في هذه المنطقة هو المشروع القومي لا يمكن الوقوف أمام المشروع الصهيوني من خلال مشروع طائفي أين مكان فلإسرائيل مصالح في تقسيم سوريا في تقسيمها إلى دويلات وإلى ولايات طائفية مما يعطيها المصداقية أو الشرعية كونها يهودية أو تدعي أن تريد أن تكون يهودية فتريد أن تكون دولة دينية من السهل أن تكون دولة دينية إلى جانب دويلات دينية أخرى فهذا من هذا الجانب ولا شك أن هناك أيضا مقاربة بما يحدث هنا في الداخل الفلسطيني من استهداف للطائفة الدرزية فاستهداف الطائفة الدرزية وهذه المنطقة لم يبدأ بالأمس ولا منذ عام إنما بدأ مع بدء المشروع الصهيوني في هذه المنطقة فهذا السيناريو يعيد على نفسه وهناك تشابه كبير ما بين أسلوب المنظمات الإرهابية إن كان جبهة نصرة أو إن كان داعش وما قامت فيه العصابات الصهيونية في 48 من قتل وذبح وطرد وتطهير عرقي في فلسطين فهو سيناريو يعيد على نفسه ولكن الآن بطابع ديني وطابع طائفي استهداف الدروز في سوريا ليس بمنأة عن استهداف باقي الطوائفة فهذه المنظمات الإرهابية لم تستهدف الدروز فقط وإنما استهدفت كل طوائف الشعب السوري فمن جميع طوائف الشعب السوري ذبح وقتل وهجر بالنسبة لاستهداف إسرائيل في الداخل الفلسطيني للدروز هناك استهداف منذ النكبة ومن بعد النكبة مع فرض التجنيد الإجباري على الدروز بهدف تفتيت النسيج الفلسطيني وتفتيت النسيج العربي وتجهيل هذه الشريحة التي تم الاستقواء عليها في 48 و56 فرغم فرض التجنيد الإجباري إنما هذا التجنيد لم يساهم أو لم يدافع عن حقوق الدروز بل بالعكس صدرت أراضيهم وهدمت بيوت وهناك ألاف المخالفات على ما يسمى البناء الغير مرخص وهناك حصار على القرى وهذه إشارة مهمة جدا سيد يامن زيدان ولا أدري إذا كنت فهمت منك هو مقارنة مقاربة أم أنه فعلا هناك تخطيط أو حتى تنصيق بين إسرائيل وتلك الجماعات سأعود لهذه النقطة وأيضا لضيفنا هنا في الستوديو لأنه يتحدث عن الاستراتيجيات وتوازن أيضا المصالح بين قوى فاعلة وتلك الجماعات المتشددة بكل الأحوال إذن مشاهدين تحالف واشنطن الذي يرسم استراتيجيات في مواجهة تنظيم داعش يتناولها في إطار حسابات تغلب عليها توازنات المصالح القريبة والبعيدة لكن المقاومة تقاتل تنظيم داعش بذاته ولذاته قاسم عز الدين تحالف واشنطن الذي يشترط مواجهة داعش بطيف في الأنبار وبطيف آخر في سمراء أو الموصل يبدو أنه يرى تهديد داعش أشبه بخلاف عائلي بين الطوائف والعشائر في هذا الإطار يرى التحالف داعش سوريا خلاف داعش العراق أو ليبيا واليمن كما أوضح الرئيس الأمريكي في استراتيجيته ولكل مواجهة بمقدار التحالف يبحث عن أسباب تخفيفية في نأيه عن قتال داعش في العراق حرصا على عدم نهوض العراقيين فوق الانقسامات الطائفية في دحر داعش وفي سوريا يقول التحالف إن قتال داعش يخدم النظام لكن وراء الأكمة لا يرى تحالف واشنطن داعش أخطر المخاطر وأولى أولويات المواجهة ربما يراه حاجة ظرفية مفيدة في محاربة النفوذ الإيراني كما تذهب بعض دول الخليج أو هي ذراع ماضية في إسقاط سوريا كما راهن الرئيس التركي لعل ما يقرب واشنطن إلى داعش في القضاء على الدول والحواضر العربية أكثر ما يفرقهما في إمكانية تهديد المصالح الأمريكية وربما تتغير الأمور يوما ما كما تغيرت بعض الشيء مع طالبان والنصرة على ما هو متداول بحسب مقولة تقاطع المصالح على عكس مواجهة تحالف واشنطن تذهب المقاومة لقتال داعش والنصرة أولوية على ما عداها من خلافات وانقسامات كما دعا السيد حسن نصر الله اشتراطات التحالف بشأن من يقاتل داعش وأين يقاتله ولماذا تحررت منها المقاومة في دعوة الجميع إلى دحر ما تراه أخطر المخاطر على مر تاريخ المنطقة كائنا من كان المقاتل من أهل المنطقة وبقطع النظر عن الحدود الجغرافية والدوافع المخاطر التي تهدد الوجود تؤرق أكثر ما تؤرق حكماء معنى الوجود نعود إلى ضيفين وعود إليك سيد توفيق مهنة في خلاصة ما ذهب إليه التقرير تقرير زميل قاسم عز الدين في المحرك الأساسي لقتال تنظيم داعش جبهة النصرة هذه الجماعات المتشددة نرى في استراتيجية المقاومة الوصول لمحو هذه الجماعات لإزالتها من على هذه الخارطة في قتال تحالف واسنطن ومن معها نرى أنه في انتقائية في التعامل وكأنه هناك أجندة مرادة في التعاطي أو ربما تقاطع لمصالح بين هذه الجماعات وأيضا تحالف واشنطن ما أريد أن أسألك حوله هل ترى بهذا الشكل بأن المقاومة تقاتل وتواجه هذه التنظيمات عكس ما يقوم التحالف طبعا هناك خداع في الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية المعادية لنا الخداع يكمن في مسألة أنهم يحاولون تسويق تمييز بين الفئات المتطرفة بين داعش وبين النصرة وغيرها من المنظمات ويحاولون توظيف كل من هذه المنظمات الإرهابية لخدمة المشروع الذي يودون أن يصلوا إليه وهو بالتأكيد مشروع لخدمة أمن إسرائيل والكيان اليهود الصهلوني الغاصب هذه الحرب على سوريا هذه الحرب الدائرة منذ أربع سنوات جوهرها الوصول إلى تحقيق أمن استراتيجي للكيان الصهيوني من خلال ضرب ما تمثله سوريا ضرب وحدتها ضرب جيشها ضرب مؤسساتها وإقامة دويلات وإمارات تتولى هذه المنظمات الإرهابية تنفيذها على الأرض طبعا أنا أوافق على ما قال الأستاذ قاسم في التقليل في نقطة قالها أيضا ضيفنا من الناصرة سيد يامن زيدان أن المواجهة لهذا المشروع أنتم ما تلتقيان في الكثير من النقاط في الشرع والخلفيات بالتأكيد المواجهة هي بمشروع قال المواجهة المشروع القومي وهنا يجب أن نقف عندكم بالتأكيد لا يمكن مواجهة مشروع هذه المنظمات الإرهابية التي تتوسل المذهبية والطائفية والتعصد لتفتيط المنطقة والقضاء على المقاومة وروح المقاومة وعلى الهوية الوطنية الجامعة وعلى الدولة الحديثة لا يمكن أن نواجه هذا المشروع إلا بمشروع توحيدي شامل المقاومة عنصر رئيسي استراتيجي في مواجهته ولكن إلى جانب المقاومة كمقاومة مباشرة مسلحة عملانية ضد هذا المشروع لا بد من أن يكون هناك نظرة شاملة تشترك فيها كل القوى كل الفئات ليكون هناك وحدة شعب وعذراً لمقاطع لا نرى ذلك لأنه في القرار حتى إذا ما ركزنا على ما جرى في سوريا تحديداً امتجاه الطائفة الدولزية نتحدث عن قلب اللوزة كان من قبل عام سيطرت عليها جبة النصر بعد سيطرة تنظيم داعش كان هناك قرار سياسي وطلب تم الطلب منهم أن يكونوا أقرب لما سمي بأثوار من الدولة السورية في خلاف ما نراه بالنسبة للدروز في جبل الشيخ والسويدة تحديداً من أبواليد جمبلات لا نرى ذلك حتى التوحد في التعاطي السياسي مع هذه القضية تجاه هذه الجماعات هذه نقطة دعني أنقلها حتى نشارك أيضاً سأعطيك المجال للتعليق حتى لا يبقى بعيداً عننا سيد يامين زيدان سيد يامين زيدان هل ترى فعلاً أنه المشروع القومي يلقى ذلك الرواج بعموم الشرائح التي نتحدث عنها ليس فقط المشروع القومي وأيضاً تلك الأحزاب التي ترفع مثل هكذا شعار لماذا أفول نجم مثل هكذا مشاريع ورؤى ونرى صعوداً لكل التيارات ذات الخلفيات الإسلامية أكثر باختصار أستطيع أن أقول لأن هذه التيارات الإسلامية المتطرفة إذا صح التعبير الإسلامية تلقى الدعم من عدة دول وتلقى دعم مادي وسلاح وعتاد بينما المشروع القومي على سبيل المثال في السويداء هناك السويداء كما قال آخرون ليست بحاجة إلى رجال بحاجة إلى عتاد بحاجة إلى دعم الدولة السورية بحاجة أن تصلح هذه الشباب وهؤلاء الرجال ضد هذا المشاريع التكفيرية فبالتالي الكلمة لا تكفي والدعم المعنوي لا يكفي والترويج للمشروع القومي والروح القومية لا تكفي نحن بحاجة إلى دعم عتاد من أجل الوقوف أمام هذه المنظمات الإرهابية ودحرها ومحوها من خلال محور المقاومة فبالتالي لا نستطيع أن نعول فقط على الكلمة وعلى الرغبة يجب أن نقوم أو تقوم الدولة السورية ومحور المقاومة بتسليح بعتاد وعتاد ثقيل ليس عتاد خفيف الدروز مثلا في الجبل والقوميين من أجل دحر هذه المخاطر لو سمحت لي هناك أريد أن أعقب فقط على قضية التنسيق وقضية الاستراتيجية للتحالف وازدواجية التعامل مع المنظمات الإرهابية وأريد أن آتي بمثل من خلال القانون الإسرائيلي الذي يعرف جبهة النصرة بحسب القانون أنها منظمة إرهابية ولكن من الجانب الآخر هناك دعم لوجستي ودعم طبي وسلاح وعسكري لجبهة النصرة في جولان السوري المحتل وهناك رصد أيضا إن كان شعبوي لهذا التنسيق ما بين جبهة النصرة وإسرائيل وإن كان أيضا من خلال المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة في تقاريرها الرسمية هناك رصد لهذا التنسيق فازدواجية التعامل مع المنظمات الإرهابية باتت واضحة للعيان وأشكرك سيد زيدان لإيطارتك هذه النقطة وإما أن يكون أعمى بنام وأشكرك جزيلا لأنك أثرت هذه النقطة تمييز بين جبهة النصرة عذرا تمييز بين جبهة النصرة وتنظيم داعش هذه الازدواجية رغم التصنيف لهذه الجبهة على أنها إرهابية هذه النقطة دعنا نوسع فيها بالعودة أيضا لضيفنا هنا في الستوديو سيد توفيق وهنا وهو عطفا على ما قلت قبل أن ننتقل السيد ياميز زيدان حتى في القرار السياسي الدرزي هناك تمييز في التعامل بين جبهة النصرة والتنظيمات الأخرى وهو ما شهدناه قبل عام بالنسبة لقلب اللوزة أيضا ما نراه في سوريا بالتعامل كان للدول الغربية بين جبهة النصرة وتنظيم داعش هل ترى تمهيدا لنرى تعويما لجبهة النصرة إخراجا من تصنيفها كمنظمة إرهابية وبالتالي خلق واقع جديد على الأرض السورية وأيضا ربما في الحل السياسي نعم واضح أن هناك مشروع لتلميع صورة جبهة النصرة وتقديمها على أنها جهة معارضة سورية أي ثورنت هذا الفرع من تنظيم القاعدة العالمي يعني لكن شيء يذكر منذ بضعة أيام ظهر زعيم جبهة النصرة على إحدى الشاشات العربية وأكد ارتباطه بتنظيم القاعدة وأرسل تطمينات أيضا وأرسل تطمينات كان نتيجتها ذبح هؤلاء المواطنين من شيوخ من نساء من أطفال في قلب اللوزة وبالتالي هذا المشروع الخبيث لتلميع الصورة سقط على الأرض مسألة ثانية سقط على الأرض من قدم رهانات وضمانات وتطمينات بأن هذه الجهة جهة معتدلة وجهة ممكن أن يؤمن جانبها إذا ما تم التلبية الشروط التي وضعتها على هؤلاء المحاصرين منذ بطعا سنوات في قرى إدلب في جبل إدلب طيب ما هي هذه الضمانات؟ ما هي هذه الضمانات؟ هناك إلغاء بهذه الضمانات لهوية هؤلاء المواطنين لهوية هذه الفئة من أبناء شعبنا إلغاء إيمانها إلغاء قناعاتها إلغاء تقاليدها لماذا؟ أليس هذا منطقا إرهابيا تكفيريا يمثل خطرا أخطر من الرصاصة ومن الذبح عم تذبحيون وهني أحياء عم تلغي خيار المهادنة في منطقة محاصرة مثل قلب اللوزة ألا يكون يفترض أن يكون أفضل الخيارات المطروحة؟ ما الذي قد قدم يوم على مدعام؟ تم تجريب هذا الخيار ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة قتلهم كانت النتيجة ذبحهم فإذن من رفع هذا الشعار باتجاه وبغض النظر عن النواية تحييد حماية كف شر إلى آخره يجب أن يعيد قراءة الواقع على ضوء هذه الجريمة المجزرة الموصفة علما أننا نحن نقاتل النصرة ليس في جبل إدلب فقط ليس في ريف إدلب من نقاتل في القلمون ومن نقاتل في السويدة أليست هذه الجبهة هي الجبهة التي ترتكب المجازر أيضا بحق شعبنا من أين كانت تأتي السيارات المفخخة إلى لبنان من كان أين يأتي العناصر الذين يفجرون أنفسهم ليس من المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة وترسلهم إلى لبنان لكن أسأل هل من بعد وأنت تطالب بقراءة جديدة بعد مجزرة قلب اللوزة هل تعتقد أنه يمكن أن نرى تحولا في المواقف على صعيد القرار السياسي الدرزي إنجاز التعليق أولا اسمحي لي وضح هنا مسألة حيوية جدا لا يوجد انقسام في موضوع الموقف السياسي الوطني القومي لأبناء السويداء هناك وحدة موقف سياسي حاسم باتجاه أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري من الدولة السورية من الجيش السوري من الاستراتيجية التي يمثلها اليوم الرئيس بشار الأسد بصموده الانقسام السياسي ليس في سوريا ليس في السويداء هناك في لبنان بعض الفئات التي تريد أن تبرز تمايزا في الموقف السياسي وقدمت نفسها على أنها جهة قادرة أن تحمي نعم أن تحمي أبناء السويداء كانت النتيجة هذا الثمن الغالي في إدلب وكانت النتيجة أيضا هذا التحضير لاستهداف السويداء دعيني أقول هنا وبمعطيات حاسمة نحن كحزب سوري قومي اجتماعي نحن نشارك ميدانيا في الدفاع عن كل جزء غالي من سوريا من السويداء إلى أي معقل وأي منطقة في سوريا وهذه المشاركة وهذه المشاركة ليست في منطقة دون أخرى ليست في مكان فيه هذا اللون الطائف دون اللون الآخر لأننا ننظر كما قلت نظرة شاملة إلى هذا الصراع ونحن نثق أن أبناء السويداء سيقاومون وسيصمدون وسيردون مع الجيش السوري هذه الغزوة وهذا الهجوم والتاريخ يشهد لهم بطبيعة وقد سطر التاريخ وسطروا في التاريخ وسأتكلم عن العامل الإسرائيلي لو سنعه لكن الوقت انتهى بشكل كامل وفي معنى دقيقتين فقط سأحيلها لسيد ديامن زيدان مفهوم الدفاع ولا أدري إليه حتى تقاطع مع سيد توفيق مهنم بإطار مفهوم الدفاع هل يجب أن يكون من خلال تعامل الفكري بعض الطروحات التي تقدمت وما بها من خلال هذا النقاش أم أن نحمل السلاح كما سمعنا بعض الضعوات يعني لا يمكن برأيي من يقتل ويذبح باسم الدين فلا دين لها وبالتالي كل استراتيجية التحاور والمحاورة التكفيريين لا تجدي دفعا فهؤلاء التكفيريين آجلا أم عاجلا سيقومون ضد المشروع القومي وضد السكان والسوريين والعروبة بشكل عام وكل الفكر العروبي فبالتالي الحل الوحيد لمحاورة هؤلاء التكفيريين هو السلاح حوار السلاح فلا يمكن محاورة التكفيريين بالفكر لأنهم تكفيريين يكفرون يكفرون السنة ويكفرون بعضهم البعض يعني منظمات الإرهابية تكفر بعضها البعض فكيف لها أن تحاور الدروز وغير الدروز وشرائح الشعب السوري فبالتالي الحوار الوحيد هو حوار السلاح والمعركة ويجب حسم الموضوع هذا بالمعركة بالنسبة لما تفضل به بالنسبة للأخ توفيق بكل موضوع الموقف الدروزي في السويد أنا وافقه هذا الرأي بأن لا خلاف في سوريا ودروز سوريا على الموقف الوطني والقومي وأغلبية الدروز أيضا في العالم لا يوجد خلافات حول هذا الموقف الوطني والقومي فبالتالي من خلال دعم السوريين دعم السويدة دعم السويدة بالعتاد يستطيعوا ضحض هذه منظمات الإرهابية يا منزيدان أنت العضو المؤسس في حركة أرفض كنت معنا مباشرة من الناصرة شكرا جزيلا لك وأشكرك وأعتذر منك سيد توفيق هنا انتهى الوقت بالكامل مخصص لهذه الفقرة نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ضيفنا هنا في الستيديو شكرا أهلا بكم من جديد أعلن تنظيم داعش في ليبيا تدمير طائرتين عسكريتين في قاعدة القردابية العسكرية في سرط شرقية البلاد التنظيم كان قد سيطر على المدينة وعلى محطة حرارية مجاورة بعد انسحاب ميليشيات فجر ليبيا من المدينة التنظيم وبعد سيطرته على مدينة سرط هدد مدينة مصراطة في الشمال الغربي في مندلعت اشتباكات مع القاعدة في ديرنا شرقا يطالب المجتمع الدولي الأطراف السياسية الليبية بالقبول بمسودة الحل الرابعة والقفز عن تحفظاتهم بشأنها حفاظا على وحدة البلاد الا ان المسودة تضمنت مقترحات لم يعلق عليها المؤتمر الليبي العام لكن مجلس النواب في طبرق يرى انها تعيد الخلافة الى نقطة الصفر بتصريحات تكاد تمزق ثوبة دبلوماسية الناعم رفع وزير الخارجية الألمانية اللهجة في ختام اجتماع برلين حول الازمة الليبية فرانك شتاينماير طالب اطراف النزاع الليبي بان يتحلوا بقدر من المسئولية مستبعدا صوغ اي مبادرة اخرى للحل ومقترحا بدرا من ذلك الامعانة في دراسة المسودة الرابعة للمبعوث الدولي بيرناردينو ليون والتجاوبة معها ما اعلمه جيدا اننا وصلنا الى نقطة لا مجال فيها للاعذار لم يعد هناك وقت للانتظار للحصول على الاقتراح الخامس او السادس من قبل المبعوث الاممي هذه هي المشكلة ليوم من جهته وللمرة الاولى يتخلى عن نبرته التفاؤلية ويشعر بسباق الزمن للامن الليبي في ظل ما خوف تهدد ليبيا والجوار معا لقد حان الوقت لعقد اتفاق يمكننا مواصلة العمل لشهور وسنوات من اجل التوصل الى اتفاق تام لكن ليبيا لا يمكن ان تنتظر كل ذلك التوصل الى الحل ليس سهلا ويزيده صعوبة تمسك كل طرف باحقيته في ان يكون قائد المرحلة المقبلة فيما المجتمع الدولي يرى ان مقترح الحل في مسودة ليون رابعة هو الفرصة الاخيرة امام البلاد للحفاظ عليها من التفكك وفي انتظار تقييم المؤتمر الليبي المنتهية ولايته في ترابلس المسودة حكم عليها مجلس النواب في طبرق المعترف به دوليا بالانحياز الى الحكومة الموازئة في ترابلس مجلس النواب سرعان ما تدارك الوضع واستدعى اللجنة المشاركة في الحوار للتشور مستفقا جلساته بعدم رضاه على المسودة الاخيرة في نقاط عدة المجلس الاعلى الذي اقترحه ليون ليكون استشاريا لكل البرلمانين في الشرق والغرب يريده برلمان تبرق هيئة استشارية حتى تتطابق تسميته مع صلاحيته مع تحفظه على الصلاحية التشريعية التي منحها ليون لهذه الهيئة ما يجعل مجلس النواب المؤتمر الليبي تبرق أن مسودة الحل الأخيرة باعترافها بالمؤتمر الليبي العام تسمح للإسلاميين بالحضور في المجلس السياسي الليبي من جديد وهي التي أسست لظهور الأذرع العسكرية للمؤسسات التشريعية كقوات فجر ليبيا غربا وقوات درع ليبيا شرقا وضع المجتمع الدولي للليبيين أمام حتمية القبول بهذه المسودة قد يتطلب إعادة النظر في الكثير من نقاطها معنا من العاصمة الليبيا طرابلس الناشط السياسي والمهتم بالشأن العام السيد علي اللافي أهلا بك سيد اللافي أطلب منك لو سمحت تقييما أو رأيا بما نشاهده من أداء الأطراف السياسية في ليبيا بالنظر لما يجري على الأرض وتطورات الأخيرة لتوسع حتى تنظيم داعش في الجغرافيا الليبية مساء الخير لك مساء الخير لك ولمشاهدي قناة ميادين نشكركم على اهتمامكم بالشأن الليبي أهلا بك في الواقع قد يكون حديثنا طويل شوي لن فترة طويلة لم نلتقي على هذه القناة للأسف قد يكون موضوعنا الأساس الآن هي المسودة الأخيرة أو المسودة الرابعة لاتفاق السياسي الليبي قد نضطر لجوء للأسباب التي دعت قبل النقاش حول النتائج الأزمة ولكن أسباب الأزمة ترجع أصلا عندما فقد التيار الإسلامي حظه في صندوق الانتخاب للأسف لجأ لي وسيلة أخرى وهو الضغط على كافة الأطراف وخلق كيان المتمر الوطني إحياء أو إعادة الموتى من قبولهم المتمر الوطني المتهية ولايته منذ فبراير 2014 أرجع للحياة من جديد وبدأ في إعلان دعم الجماعات الإرهابية بما فيهم أنصار الشريعة في بنغازي وقبول البرلمان بعملية الحوار أو بالأحرى التفاوض أكثر منه حوار في معناها الحقيقي هذا التفاوض قبله البرلمان لحل مشكلة الليبيين لأنهم عاموا كثيرا من ويلات الحرب خاصة بعد سنة حرب في يوليو 2014 والتي كانت شملت تدمير الكثير من المدن وتهجير الناس وحرق ممتلكات العامة قبل ظهور داعش على الساحة كان هذا التوجه للمؤتمر الوطني في دعم المجموعات الارهابية وخلق سيد الله ولا أريد أن أقاطعك وأنت بدأت حديثك بأن نحتاج لفسحة من الزمن لرصد بين الخلفيات وأيضا لحظة وبالتالي الوصول إلى نتائج أسمعني جيد أنا فقط أريد أن أقول نحتاج لمساحة أكبر من الزمن وأنت تتحدث حول هذه الخلفيات لكن الآن في النظرة القريبة لما يجري بالنظر لكل ما ذكرت عن تقاطع المصالح وأيضا الأجندات التي تعمل على أرض ليبيا هل نرى وأيضا أخطار تتهدد ليس فقط الجغرافية الليبية وأنما في محيطها لم يكن الجغرافي بالنسبة لدول المغرب العربي أيضا لساحل مقابل لدول أوروبا هل نرى تعاطيا بالأداء يوازي مثل هكذا أخطار في الواقع لا يوجد هذا التعاطي للأسف الشديد لأن تقاطع المصالح أدى لهذه المشكلة الآن بدأت في اليومين الأخيرين بعض التحديات التي خلقتها جماعة داعش في لبع سيطرتها على سرد وعلى المنطقة الوسطى وتوجهه من ناحية الغربية اتجاه مصراته الآن بدأ فيه نوع من التحدي وفيه نوع من أيضا موقف شبه واضح من المجلس المحلي مصراته بعد دعا ليطلاق صراح بعض المساجين ورحب البرلمان بهذه الخطوة ونعتبر هذا بداية تقارب بين جماعة المصراته والجيش الوطني وقد يؤدي هذا إلى اتفاق لمواجهة داعش في كافة المحاور كان فيه سؤال على ما يحدث في درنة أيضا لم احتيله في بداية الحديث في الواقع في درنة الآن صراح بين مجموعتين إرهابيتين مجموعة تنتمي في الأساس للقاعدة وهي مجموعة الليبية المقاتلة وهي مجموعة ثلاث ميليشيات تقريبا لشهداء أبو سليم ونور وعمر المختار وعلى طرف الثاني جماعة داعش حصل صراح وحصل قتال وبيناتهم وأعتقد الآن الجرحة جرحة جماعة القاعدة في درنة الآن قاعدين يعالجوا في البيضة بإشراف وبرعاية الجيش الوطني وهذه نقاط مهمة أطلب لك أن تبقى معنا أيضا في إطار أيضا التخوف من هذا التمدد لتنظيم داعش في الجغرافيا الليبية وحذر رئيس التونسي الباجي قاعد السبسي من وجود أطراف داخل تونس تعمل من أجل تهيئة الأرضية لتمدد الإرهاب وتفكيك لحمة الشعب التونسي السبسي قال لأن وزارة الدفاع التونسية تعمل على منع دخول إرهابيين من ليبيا إلى تونس تمت تيارات قاعدة تعمل من أجل تفكيك شعب التونسي قولها بأضوح ومشاء الله معناها انفقوا وما وقع في الجنوب ما هوش شيء بريء أما تيارات أيضا تخدم من تالي ويلزم الدولة الدافع لاروح ويلزم نعمل الأبحاث صحيحة وكل إنسان تثبت إدان طولة بطن تبعوه العودة إليك سيد الله هو ما نسمعه من الرئيس التونسي بين وزارة الدفاع التونسية تعمل على منع دخول أي من إرهابي الجماعات المتشددة من ليبيا إلى تونس لا أدري إذا كانت هذه فقط الأليات التي يجب أن نراها في دول الجوار الليبي ولا أدري إذا كنت تعتقد أيضا أنه ممكن أن نرى انعطافة أو تحولا في التعامل العربي والغربي مع ملف ليبيا ما بعد هذه التطورات نعم هذا مؤكد المجتمع الدولي الآن بدأ يهتم بهذه المسألة وبدأت عملية محتمال حتى التدخل المباشر قد يكون وردة للأسف ما زال لم يدعم الجيش الوطني وحضر تسليح الجيش الوطني ما زال قائم وكان ممكن مساعدة الجيش الوطني وتزويده بالأسلحة والذخيرة حتى يتمكن على الأقل القضاء على ما تبقى من هذه المجموعات في بنغازيا ومن ثم يتجه الذرنة ومن ثم يتحالف مع بقية العناصر الوطنية للهجوم عليهم في منطقة سيرط ومنطقة الوسط وفي اعتقاد حتى لا نضخم الأمر إذا لم إذا ما تم تسليح الجيش الليبي يكون في مقدورة التغلب على هذه المجموعات التي في منطقة وسط ليبيا أشكرك جزيل الشكر سيد علي الله في الناشط السياسي والمهتم بالشأن العام كنت معنا مباشرة من العاصمة الليبية طرابلس ترجمة نانسي قنقر